بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أخبار جديدة وكواليس جديدة هتسمعوها معنا النهاردة في حلقة الأشبال هنبتديها النهاردة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفوز مهم جداً خارج الديار في دور الـ 32 لبطول الدوري أبطال أفريقيا البطولة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي فوز مهم على اتحاد المنستيري التونسي فرقة من العيار الثقيل فرقة محترمة قدر لعيب النادي الأهلي أن يحقق الفوز الأول في بطول الدوري أبطال أفريقيا إيجابيات كتيرة بعد الفوز المهم جداً الفوز في الشوط الأول في تونس إيجابيات كتيرة جداً خاصة أن المباراة دي أول مباراة في هذا الموسم أول مباراة للجهاز الفني بقيادة ميستر كولر فوز مهم بعد ضم النادي الأهلي لصفقات زي ما احنا شفنا على أرض الواقع صفقات مهمة وهتكون إضافة كبيرة لنادي الأهلي هقولها وهاكررها المهم في الصفقات مش العدد المهم الكيف ممكن نتعاقد مع صفقة أو اتنين يكونوا إضافة كبيرة لصفوف النادي الأهلي وزي ما احنا شفنا في المباراة السابقة برونوسافيو ولمساته الرائعة وأداءه الرائع وكل الناس مبسوطة من لمساته الفنية برغم خلي بالكم برغم سوء أرضية ملعب اتحاد منستيري ممكن لعيبة ما تعرفش تسيطر على الكورة لكن شفنا لمساته الفنية شاد حسين لا يكون إضافة كبيرة شاد حسين بيلعب رأس حربة وبيلعب على الأطراف لكن خلينا أقول لحضراتكو الإيجابيات البداية وإحنا كنا بنقول عودة أكرم توفيق بعد غياب من الإصابة غياب دم تسع أشهر النهاردة عودته كأن النادي الأهلي بيتعاقد مع مدافع جديد أو باك رايد جديد لما نشوف أكرم توفيق بعد الغياب ده كله ما شاء الله ويرجع بالقوة والأداء والنواحي البدنية العالية نقول له ربنا يحفظك علشان الفترة اللي جاية نقول له ما شاء الله فعلا أكرم توفيق عنصر مهم في دفاعات النادي الأهلي أيضا محمود متولي والسونائية الرائعة محمد عبد المنعم ومحمود متولي اللي احنا كنا قاعدين بنتفرج على التسعين ده في المباراة وكلنا عندنا ثقة في الخط الخلفي في دفاعات النادي الأهلي في تفاهم في انسجام وطبعا كل اللعبة عملت فترة إعداد فقدرت توفع على رجليها بدنيا وفنيا بشكل مميز جدا الحاجة اللي عجبتني برضو لما تشوف النهاردة التناغم سواء في الخط الخلفي في المدفعين أو في خط الوسط في روح عالية في قتال بالرغم من أول مباراة في كميات جاري كبيرة وكنا هنا بنقول أهم صفقة للنادي الأهلي هو الراحة وفترة الإعداد الحاجة اللي كانوا بيفتقدها النادي الأهلي من سنة 2019 ما يقرب من ثلاث سنين النادي الأهلي بيقدر يعملها السنادي الراحة إن اللعبة تقدر تريح بدنيا وزهنيا كان عندك تلحم مواسم بشكل كبير عدد كبير من المباريات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر لما اللعبة النهاردة تريح ده شيء مهم جدا وتقدر تعمل فترة الإعداد تبني عليه علشان كده مع أول مباراة شفنا فيه كميات جاري كبيرة